اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة لا 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 عمل الانسان لا عمل الانسان لا عمل المتابعة القدائية لا 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 لا! لا! إذن هذه هي واحد أطباق إنجازية رمزية كانت سموها جموها من ضحايا مافيا الوداديات العقارية وأيضا ضحايا مافيا العقار هاد إخراج اللي كيثم عشان هذه الجماعات والخريطة الجغرابية ديالو تخيباً توازي خريطة دولة الجيكا يعني هاد إخراج تاريخياً مافيا العقار وكيدعموهم مسؤالين ولدينا ما يكفي من الحجاز لأن هاد مافيا يلوداديات فكيشتغلوش بمعزل عالمجموعة من المتطفيل المتقلين قطاعات متعددة ومتنوية إحنا الآن كنت نطمق مشكل حضاري من عجل الإنسان وكيد كيقولوا ما ضع حق وراء أو طريق إحنا غادي نحاولو ندقو جميع البيبان غادي نستعدو جميع الوسائل الشرعية من عجل أولاً إحصاب التحالى وتانياً من عجل متابعة مافيا وإيضاً مافيا العقار بإقليم سخيرات مانا وبهذه المناسبة كنحيي المناور الإعلامية اللي حضرت معنا وغتلت من الدول الصحفية وهذا اللقاء اللي جاء فيه كثر من ممتيل ديال 18 الويداة ديال على سعيد إقليم سخيرات مانا والملايار ديال السنتيمات ليه تنهبات وما كان شي مسؤول لقال الله وما هذا منكر إحنا قد نفتحوها المسؤولين إحنا كنقول لهذا الحكومة الجديدة أنها تحمل مسؤولية ديالها أنها قدمت وعاد المواطنين بش ترجع التيقها كنقولوا أن التيقرة ما يمكنش ترجع إلى مكلش انتصاب انتصاب مواطنين إحنا عدنا ملفات عدنا وطائق كتبت بالملموس لأن هاد المافيا هم مجرمون لأنهم تسولوا على ميك الغير لأنهم نهبو المناير لأنهم تماثلوا باش يسلموا المساكين يحلوا لهم في المرسال لأنه ماذا أحطر وراء أو طائق إحنا عدنا الإرادة قبل ما تخرجوا لا تنسوش تابنوا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس أكثر من مجرد خبر ترجمة نانسي قنقر